الاول حطم من جمهور الاهلي على محمد عبد المنعم كدمة في الكاحل بتحتاج اسبوع وحتواجد في كاس العلم للاندية فيش مشكلة ان شاء الله بس ممكن ما يلحقش المباراة الجاية اللي هي بتاعة شباب بوليس داد اللي هتتلاقي بيوم الجمعة الجاي في استاد برج العرب مش في الاستاد القاهرة استاد القاهرة قالك وفق التصريحات بتاع رئيس هائة الاستاد الكابتن وليد عبد الوهام لتصريحات انه الاستاد اهو حتى التصريح هيجي قدامنا دلوقتي الاستاد مفهوش متشات قبل يناير فالقاهلي على طول رسمي بلغ اهو لن نستخبل اي مباراة قبل شهر يناير فعلى طول الاقلي بلغ ان مباراة شباب بوليس داد هتتلاقي على استاد برج العرب هتكون ان شاء الله يمجمع نقل المباراة الى استاد برج العرب بسبب استمرار غلق استاد القاهرة الدكتور سعد شلبي المدير التنفيذ للنادي الاقلي بتصريحات له فمع عبد المنعم ممكن ملحقش المباراة بس في كاس العلم للاندية ان شاء الله موجود وانت بتتكلم كاس العلم للاندية الاقلي مسافر يوم 11 فيعني خلاص يعني بكرة على فكرة هيبعت القايمة بتاعت كاس العلم للاندية وربما تشهد مفاجآت عندي احساس كبير ان احمد عبدالقادر ممكن بقاش موجود في القايمة وفي امفاضلة بين صلاح محسن واخرد عبدالفتاح ومش عارف واحد من الاتنين البقى ممكن بقى محمود متولى والناس المصابة دي وكريم نيدفد ممكن لكن الاتنين دول بالذات اقرب في كلام على احمد عبدالقادر وفي كلام اللي بيسافر بس 21 لعيب 23 اسف لعيب بس هما اللي مسافرين راحين كاس العلم للاندية ولو قلتلكو 23 اما تيجي تحسب شناو وصلافة شبير وحمزة علاء هل في كلام يعني هيمشي باتنين حراس مش ممكن اكرم توفيق هيسافر من غيره يعني هو ماسافرش بيه المطش ده اللي هو الاخير ده اللي كان في تنزانيا لكن هل مش هروح كاس مستحيل علي معلول مستحيل كريم الدبيس البديل بتاعلي معلول مستحيل محمد عبد المنعم مستحيل ياسر ابراهيم مستحيل رامي ربيع مستحيل بقول مستحيل ان هم حد فهم يتشن القيمة يعني محمد هاني مستحيل عمر السلية مستحيل بعد رجوعه اليو ديانج مستحيل امام عشور مستحيل مروان عطية مستحيل كوكة في نص الملعب مستحيل طهر محمد طاهر لازم امام وجود حسين الشحات افشة كريم فؤاد كحربا برستاو ومودست واحد من اتنين دول اتنين وعشرين اللي انا قلتهم دول يا صلاح محسن يا خالد عبد الفتاح والكلام النبرة برة الكلام النهار ده خد بالك بكرة الراجل القيمة دي هتتعمل بشكل نهائي وحتتبعت اخر النهار لان بكرة اخر معاد يوم 4 ديسمبر اخر معاد للارسال القيمة النهائية للاهل في كاس العالم محمود متولي وكريم ندفي دوردة سليم اصابات او عدم جاهزية بعد الاصابات ومعاهم هل احمد عبدالقادر وخارد عبدالفتاح هل احمد عبدالقادر وصلاح محسن هل صلاح محسن وخارد عبدالفتاح واحمد عبدالقادر يسافر هيبقى فيه اتنين من الثلاثة دول احمد عبدالقادر خارد عبدالفتاح وصلاح محسن هل صلاح محسن يبقى موجود هنا ومودست ياخد الفرصة الاكبر معرفش معرفش مودست اصلا مصاب ولسه راجع وفي اخبار عملت وانا قلت لكم الكلام ده من بدري جدا من وقت الدور الافريق قلت لكم الاهلي الادارة ولجنة التخطيط مدها فرصة ليناير لسه الخبر بدأ ينتشر بس النهاردة انه تقييم مودست حينتهي في يناير اهو مسؤول الاهلي بيضع انتوني مودست تحت التقييم خلال الخمس موضوعات المقبلة حتى موعد انتقالات يناير لانه الحقيقة لم يضيف للاهلي شيء نهائي ويناير ده مفاش يظهر ليه احنا بنتكلم لغاية النهاردة بنقول علماتش امبارع الاهلي بيرجع بس ظاهرة ضياع الفرص مستمرة بالسنة اللي فاتت هو نفسه كولر السنة اللي فاتت الاهلي كسب كل البطولات وكان بيطلع في كل المؤتمرات يتكلم عن ظاهرة اهدار الفرص هو نفسه كولر كان بيقول كده هو وكيله قال كده يعني من كاس العالم للاندية لغاية ملموسة من اللي فات انتهى وكولر بيشكو من ضياع الفرص واحتياجه لمهاجم فتخال انت جبت مهاجم وشاركت في كل البطولات دي واشتغلت في كل البطولات فتكة بشيء هتصبر عليه ليه لازم يجي مهاجم فيه نهار وراجل ده يمشي مع الف سلامة والقلب ده عيله شكرا محدش بيستحمل حد في الاندية الكبيرة مفيش هزار الاندية الكبيرة عندها مفرمة مستمرة ده مفيش هزار دي كولر بقى حبه ابراهيم حبه زاكي حبه حبه ده يبقى بره للاهلي عبه في بعض زي ما انتوا عايزين وتشوفوا العيب كبير ويشوفوا مدرب كبير او يشوف ده اللي جايبه فلان او علان مش ده البوضوع ليه بقولكو في يناير لانده الاهلي بعد يناير يعني الاهلي بالنسبة 99% هيعد دور المجموعة يعني المستوى حتى الفني والنتاج بتقول كده ان الاهلي متصدر مجموعته باربع نقاط وبعد الفوز على ميدياما 3-0 والتعادل مع ينجي افريكانز واحد واحد وباربع نقاط وبعده ميدياما والشباب حتى بولسداد خسر من ميدياما 2-1 وتراجع للمركز التالت ثم ينجي افريكانز في المركز الاخير برقصية نقطة واحد فالاهلي اقرب للتقهل دي ما فياش الزار يعني يعني المسألة دي ما فياش الزار لكن انت لما توصل بقى دورة تمانية وتبتدي تقابل بقى مثلا يعني حد زي سانداونز ولا مزامبي ولا بيراميدز وارد ولا هنيجي البيراميدز دلوقت عشان عامل حاجة جبيرة الاسبوع ده ولا هتقابل مثلا الوداد وانا هقولوكم برد الوداد مع ان الوداد متراجع جدا ترجي النجم الهلال السوداني بتلوقت لتكو وان دي مش سهلة وما فياش الزار اذا مودست ده كمل كده لنهاية السنة وهو كده يبقى ده الزار مش جد ومش المقصود فيه لا تقليل ولا تزويد اللي عايزين نقل اللي عامل من شاء انه بس يمشي بعيد عننا ولا نقلل من مستوى ولا نزود في مستوى مش الاهلي بعد يناير داخل مع معة الادوار النهائية والاقصائية في دورة عبطال افريقي فلا يجوز ان كم الفرص اللي بيضيع يبقى بالشكل ده والناس تنسى الاداء وتتكلم عن التعادل يعني امبرها لو فيه مهاجم بيخلص كان يعني يطلع 3 ا4 فالناس تشيد وتطلع الفرقة السمه لكن لانه التعادل حصل والاهلي جاب جنف في دقيقة 86 وللأسف حطأ سازج من الدفاع الراجل على الطرف الشمال وزاد محدش دسع عليه في الاخر الكرة داخلت الـ 18 ولطشة كده على يمين الشناوي فالتعادل الاهلي في دقيقة 92 برضو جول يعني في غفلة كده لكن بضايا الاهلي يجي الجول مش مشكلة لو كان الاهلي جاب لأربعة مثلا للانفراضات اللي تمت لو فيه مهاجم عنده هذه القدرات ترجمة نانسي قنقر